أطلق مؤخرا الأمين العام لإقليم البحيرة عثمان آدم كليي أطلق بمدينة بول حاضرة الإقليم أعمال الورشة التدريبية التي مخصصة في الحقل القضائي لصالح عدد من المسؤولين الإداريين والعسكريين والتقليدين بالإقليم محمود موسى الفيل تندرج هذه الورشة التدريبية التي نظمتها منظمة الأكسفان مع المفاوضي العليا للاجئين هكسئر وذلك ضمن اهتمامات الحكومة الرامية إلى تحقيق الأهداف المنشودة في الجانب القانوني وأن الورشة نظمت لصالح عدد من المسؤولين الإداريين والعسكريين والتقليدين بإقليم البحيرة وأن الهدف الأساسي من تنظيم هذه الورشة هو المساهمة في تطبيق اللوائح القانونية والقيام بتوعية المواطنين في الإقليم حول معرفة حقوقهم وواجباتهم الأمين العام لإقليم البحيرة عثمان آدم كليي في كلمته بهذه المناسبة شكر المنظمات غير الحكومية على وقوفها الدائم مع الحكومة الشادية في تحقيق أهدافها التنموية مضيفا بأن هذه الورشة ستساعد الحكومة في حماية المواطنين وامتلكاتهم وفي نهاية حديثه حث المشاركين على متابعة المعلومات التي يتلقوها أثناء الورشة ونقلها للمواطنين بطريقة تخدم المصلحة العامة وكذا نشر العدالة في المجتمع ونذكر بأن الورشة قد شارك فيها عدد من المسؤولين الإداريين والعسكريين والتقليديين بمختلف المناطق بإقليم البحيرة واستمرت لمدة يومين على التوالي يواصل حاكم سيلة رمضان نيردبو زيارته المؤسسات الإدارية تابعة للإقليم من أجل ضمان سير العمل بهذه الإدارات قراءة عفوا تقرير ياسر محمد أحمد وقراءة حسين النور التعرف على الأوضاع الإدارية ومعرفة الاحتياجات والصعوبات التي تواجه العمل من حيث الخدمات بإقليم سيلة هو الحدث من الزيارة التي قام بها حاكم الإقليم للمحافظات والمراكز الإدارية التابعة للإقليم فبعد تفقده إدارة المحافظات ومندوبية التجارة والعمل الإداري وإدارة الأراضي وشباب قام حاكم الإقليم رمضان إردبو وبصحبة عدد من معاونيه بزيارة لمقر الجمارك والمندوبية الصحية وقطاع التنمية الريفية وقد اطلع الحاكم إلى التحديات الحالية التي تواجه سير العمل ولاحظ النقص في البنية التحتية والعمال بجميع تلك الإدارات وأكد حاكم إقليم سيلة رمضان إردبو أنه سيفعل كل ما بوسعه من عجل توفير المتطلبات والمعدات الأساسية كما طلب من العاملين في الوقت ذاته العمل بروه المسئولية من أجل تحقيق حداف السلطات العليا في زل العوضاء الصعبة التي تعيشها البلاد وإلى افتتاح أعمال الورشة لصالح موسيلي التجمعات الرعوية والتي نظمت من قبل الصندوق الوطني لدعم التدريب المهني بإقليم بحر الغزال أبدالله هارون تاجئ هذه الدورة التدريبية المنظمة من الصندوق الوطني لدعم التدريب المهني لصالح موسيلي اتحادات التجمعات الرعوية بإقليم بحر الغزال حيث يتم خلال حاد دراسة سلاسة مواضي تتعلق بكيفية الاستفادة القصوى من انتاجية الثروة الحيوانية والمحافظة عليها فضلا عن الاستراتيجية المتبعة لتنظيم الثروة الحيوانية بالإقليم ممثل الصندوق الوطني لدعم التدريب المهني بإقليم بحر الغزال زينيو كوشيمي قال إن انتاجية الثروة الحيوانية يلعب دورا حما في تعزيز الاقتصاد الوطني ومحاربة الفقر في المناطق الرفية منشيرا إلى حمية الثروة الحيوانية التي تعد أنصرا حما في البلاد من جانبه عمدد مدينة مصرو عيسى عبد الرحمن رحب المشاركين في الورشة وأكد إنها تسمع للمشاركين إلى معرفة وتلقي المعلومات الحمى تجاح تنظيم الثروة الحيوانية والاستفادة من شقي مواردها في كلمته الافتتاحية لحذي الدورة محافظ مصرو ريمت تاجينبي أوضح إن تقوية كفاعات العالم الريفي يعد ضمن سياسات الحكومة الرامية إلى عين عاش الاقتصاد الوطني متمني للمشاركين الخروج بنتائج إيجابية تسهم بدورها في تطوير الإنتاج الرعوي بالمنطقة انطلقت صباح اليوم أعمال الحملة التوعوية لصالح جمعية من أجل التشجيع والصداقة بهدف رفع التعليم بإقليم شريبة جرمي حليم السعادية نسبة لأهمية التعليم في بناء وتكوين جيل المستخبل والرقي بالبلاد نهو الإزدهار والتقدم فقد نظمت جمعية كانوري من أجل التشجيع والصداقة حملة توأوية اهتضنتها قرية أنجمين كورا بهضور ممثل مسؤول مركز إداري أنجمين كورا موسى يوسف أحمد والأديد من الأعيان ورؤساء المربآت والشيوخ التخليدين هيث تخللت هذه المناسبة الأديد من الكلمات استهدفت جلها أهمية الحملة التوعوية لصالح الشباب والنساء والفتاة على هثهم في التعليم من ناهيته رئيس جمعية كانوري من أجل التشجيع والصداقة أباكر سانت المصطفى فقد أوضح في هديفه أهمية هذه الحملة جينا لنسانسبلزيزي بوپلاصون الجمعين كورا في حاس مشكلة إنسيكوريتور دول مشلس بوكو حرام دول وشنو دول وحجينا لهم كثير كفي شوخو الأساس الغابي كوين همامات دول يفيلة حجينا لهم فوق مننا برأيجامبل ناس السما باخدوم دول ناس ما بقر دول تارفي من الفقر ذاتك بجيب شوخو المشل دول يعني جينا كو السنم خلي يقوموا باخدوم والججير بالإشارة أن هذه الجمعية هدفها الأساسي إرسال الأبناء إلى المدارس التعليمية لأنهم جيل الخد ورجال المستقبل وبسوائدهم تبنى الأوطان